في حاجة انا قدمتها في الانترو طبعا انت مسمعتش الانترو ساعة تقول محمد جمال جايب لكم مفاجأة وعمل قصة وعد تقدم تقديمة كبيرة اوي تحب تبدأ بيها ولا تاخد السؤال كنت تسألو الكابتن يوسف بتاع مروان عطيها ناخد سؤال مروان اوي مروان مروان موسم او نص موسم رائع جدا منذ المامل الاهلي في يناير كان افضل لعيب النادي الاهلي طيبة او واحد من افضل لعيب النادي الاهلي عشان الاختلافات الموسم ده يبدو انه المدرب نفسه قبل ما الجماهير تشك في مروان عطيها ان مرسل كلها نفسه بقى يشك في مروان عطيها وبدأ يحط احمل دبيل كوكا في التشكيلة رغم ان مروان عطيها نفسه اللي مكتشبيت لعمل تشكيلة الموسم الفايت حتى في كل التدوير اللي بيحصل حتى في منتخة مصر حتى في منتخة مصر ايه اللي حصل مروان عطيها مش بس بيعاني من انخفاض ومتسوش ان فيه مفاجأة شايلها لكم محمد جمال هنرجع لها بعد شفاق مروان عطيها مش بس مش بس وبيعاني من انخفاض من مستوى لا هو فقد الذاكرة في ابجاديات الكورة في الف ب مهام مركزه فقدها تماما ضغط سلبي فقد الكورة في مناطق حساسة كل الكورات اللي بيفقدها بتعمل خطورة وده مش متعود عليه من مروان وده اللي خلاني بروح لاقتراح احمد نبيل كوكا في اوقات كتير ان هو اللي يلعب مركز ستة من قبل حتى ما كولر يلعبه وبعد ما كولر يلعبه وقبل المباراة النهاردة وقبل مباراة الاياب بتكلم انه كوكا يستحق مش هيقدي بشكل اسوأ من اللي بيقديه مروان تاني انا لا اقلل من مروان كجودة انا بقى اقلل من الحالة اللي عليها مروان عطيها في التوقيت الحالي خليني ابتدر حالات واجبلك النهاردة الحالة الاولانية ضغط سلبي راحت بكرة جنب القائم كانت هتبقى الكرة الاولى في بداية الشوت التاني بص هنا ضغط سلبي مروان واقف مفروض ان هو يبقى حل للتمرير مفيش هتطقطع من علم علول هيرجع يحاولي يستعيدها مفيش بص بص اللعيب اللي واقف فيه مروان مش موجود مروان بيحلق كمل تاني كمل الفريم اللي بعده كمل الفريم اللي بعده مش موجود مروان ماسك العيب مش مع الكرة اصلا كمل تاني مش قادر كمل بص موجود في كل الصور بعيد جدا دي كرة اللي في بداية الشوت الاول بسبب ضغط سلبي راحت على النادي الاهلي بالشكل ده طب قتل كورت الجول بقى هتل كورت الجول بص كريم هنا مروان واقف لوحده مروان عطية واقف لوحده معوش عليه اي ضغط ولا عليه اي رقابة من اي نوع كمل الفريم اللي بعده بص لمروان لوحده مروان تاني لوحده قبل ما تروح الفريم اللي بعده بص يا كريم ارجع تاني الفريم اللي قبله ده بص عنده هنا يقدر يباصي بمنتقى الاريحية لمحمد هاني بمنتقى الاريحية يقدر لو هو عايز يعمل باص افضل على ناحية اليمين يقدر يحطها لتاو هو لا حطها لتاو ولا حطها لمحمد هاني وفضل ماسك الكورة لحد الفريم اللي بعده ما هيضغط عليه رغم ان راجل كان على بعضه عشرة متر فضل واقف لحد ما تضغط عليه اتقطع اتكمل كمل فريم كمان كمان فريم كمان فريم كورة روح لكورة الفريم اللي بعده ووقف بص فلا بالنسبة لي مروانة عطية وانخفاض مستوى مروانة عطية عامل مشكلتين المشكلة الاولى اللي مش قادر يعمل واجبات مركزه وبانه يعمل عملية بناء الهجمة من مركز ستة لانه هو اول لعيب بيتسلم الكورة من خط الدار اتنين انه هو ثغرة فانه مش قادر ياخد حتى لا السكند بول ولا قادر يشارك مع الفريم في الحالة الدفعية واستخلاص الكورة تلاتة ان مروانة عطية لازم يراجع نفسه قبل ما حد قبل ما حد يراجعوا لانه الراجل راجعوا واقعدوا على الدكة والفضل انه كانت فترة لقرحتوا لانه كان نستنفس وقت طويل جدا لكنه لم يستعيد مستوى اخر حاجة علق على كورة الجول انه انا بالنسبالي والجملة دي على بعضها كده لو لا محمد الشناوي لكانت النتيجة النهاردة تلاتة واربعة بمنتهى البساطة شايل تلات كرات انفراضين واحدة من تحت العرضة اللي عدت من فوق محمد عبد المنعم في الشوط الاول برقصية من تيم بذواني لو دخلت الكور دي اهدف مش غلطته ابدا ولكن كورة الهدف احملها بعد شوف انا شايلتها المروانة عطيه اشايلتها الخط الدفاع اللي ما ده غلطش لكن 50% بقى دول 50% 50% من كورة الهدف لان الحد النهاردة لحد الوقتي بعد ما فات 7-8 ساعات على المباراة انا بحاول افهم ليه محمد شناوي سحب ايده الكورة في منتصر في المرمى ايده في اتجاه الكورة الكورة مش قوية لدرجة ان هي تتجاوز ولا صنعتها انها قوية وفجأة وايده راح للكورة ايده سحب ايده تاني حاجة من اتنين ياما هو ما عندوش وعي بالمكان وشاف ان الكورة تطلع برا لغا من الكورة راحة في نصف الجون ياما هو فكر اكتر من تفكير لكن كان قبلها في خطأ خد خطوتين نحاية اليمين الخطوتين اللي خدهم نحاية اليمين ثبتت رجله الشمال فخليته نطل من مكان دول الغلطتين اللي عملوا محمد شهود الغلطتين وركبتين صحب الجيد هقولك المعلومة المعلومات جثت لنا من هناك نحاقل مشي ليانكم بعد المباراة انه ما شافش الكورة بشكل جيد عشان كفيه مدافع من الاهل يوائف قدام الكورة ده رجع هل رجع هل رجع كورة رجع سوء اللي قبلها رجع تاني عشان اروح لاخر حاجة في مروان بس من الاخر يعني تحديدا هو رمي ربيع هو شاف انه ما شافش من رمي ربيع حتى المسافة المسافة بعيدة كريم حتى لو حتى لو انا كمان ما دلتوش عوزر بي اه يعني هو على خط رمي ربيع على خطة 18 والكورة مش بالقوة الكافية انه تخش محمد شناف منتصب وخبرات الشناوي فيه 80 كورة بتتشط عليه وكان يلغطين ومدافعين وقفينه قدامه وبيعرف يقدر كوي اخر حاجة هقولها على مروان انه معلش ماشي الفريم اللي بعضه هتقول انه في مباراة سيمبا في مباراة سيمبا نفس الاخطاء فقد الكورة دون ضغط دون رقابة ومعام ساحة والتأخير في التمرير باصة واثنين غلط في منتصف الملعب دون ضغط لازم بسم الله الرحمن الرحيم مروان عطية يرجع نفسه كولر يحزبه الكورة دي اللي ارتدت بالهدف الوحيد اللي سجله سيمبا في القاهرة كانت بدايته خطائين غير مبررين خطائين سازجين من مروان عطية في منتصف الملعب شايف ان مروان بيقدم فترة سيئة جدا جدا ما انا دي لها